السلام عليكم و أهلي فيكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم لكم عن طباعي بعد استخدام السماعة كيف استخدامها الممتازة الممتازة أول حاجة اللي فيها الأشياء اللي مش موجودة في غيرها Special Audio مش موجودة في أي سماعة ثانية Adaptive EQ بالصماعات موجودة لكن هنا أفضل EQ ما هي؟ Sitting لحق الصوت نفسه كيف ترفع الصوت وتنزل البيس وترفع الأشياء هذه هذا موجودة Adaptive إن المغني نفسه اللي بتسمع الصوت منه كنت بتشقل مغنية من شركة معروفة يعني من Apple Music مثلاً أو شركات ثانية راح تسمع الصوت المغنية نفسه اللي يبيك المغني تسمع في الإعدادات كلها لحق الصوت هذا موجودة هنا ممتازة جداً لا زرارة الخفيفة الأشياء القليلة اللي موجودة مش موجودة في غيرها يعني مثلاً لبسوا السماعة هذه خلاص تحط إيدك على طول تشوف هنا الصوت ترفع وتقصرها الشركات الثانية بعضهم لمس ممتازة لكن أحياناً لمس ما يشتغل معك مش كويس يقطع الأشياء هذه خصوصاً في الأجواء عندنا بصالة 21 و 20 ما راح يشتغل معك كويس بعض الشركات حطى لك أزرار انت لبسها تدور بأصابيعك تدور تطويل وتقسير هذه لا تحط إيدك وتطويل وتقصر الزر الثاني تحول بين Transparence Mode أو Noise Consolation بسرعة تضطل الزر تحول بين مدنينهم إذا كنت تبي تفرمت السماعة تبي تشبك على جزء ثاني مثلاً حق أشخاص ثانين عندك زر يدري نفسهم تضغط عليهم طول راح يسوي لك فورمات حق السماعة يعتبر المثيلة حقها ما في نفسها صح ثقيلة السماعة لكن التغنيات الموجودة أو الديزاين حقها خصوصاً حق الكيشن اللي موجود هنا أو ما راح نقول لقماش هنا المش اللي موجود هنا إذا لبستها ما تحس فيها على أبنك ما تحس بضغط أبد على أبنك خصوصاً برضو القماش اللي موجود هنا ممتاز جداً بالنسبة لي أفضل من الجلد في الشركات الثانية هذا ما يسبب لك تعرق هنا على أبنك الشركات الثانية يسبب لك تعرق خصوصاً الجلد في الشركات الثانية للاختراب خلاص بتغير السماعة ما راح تقدر تسوي لها أي شيء ما راح تقدر تغير الجلد هذه لا تفصلها اشتر لك لون ثاني مثلاً بكيفك كنت تحطها ميغنت تشبك عندك في أشياء ما عجبتني فيها الشحن ليش ما حطيته ميغسيف تشبك يعني ممكن في المستقبل ينزلونها طبعاً سعرها صح غالي وتكلم لكم بتاسابات اللي من قبل ان قبل راح تنزل كانت نسختين نسخة غالية ونسخة رخيصة يمكن تكون سبورت ولا شيء توقع ان تقدر قبل في المستقبل تنزلك نسخة ثانية لكن ما راح تسويها بلاستيك لكن لو كنت بيها بـ 300 دولار راح تسوي لك بلاستيك لكن هنا ألمنيوم هذي قطعة كاملة الألمنيوم منحوتة لازم تدفع زيادة هذا ستيني ستيل أغلى من الألمنيوم هذا كامل ستيني ستيل هذا الشيء اللي عاجبني أفضل من السماعات الثانية انه مثل ما نشوف كيف تقدر توقفه وتسوي الأجست اللي موجود هنا لحق راسك وتلبسه فالأجستيبل هنا موجود ممتاز جداً تقدر توقف في أي مكالمات لكن نفس السماعات الثانية تك 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 لا هنا على طول يمشي الصوت ممتاز ممتاز جداً مكالمات متوقعتها كده في المكالمات في الصوت فيها برضو الجيرسكوب مش موجود في الشركات الثانية هنا توقعت البداية قبل الجيرسكوب مش موجود الجيرسكوب السماعة طبعاً حطتها هنا ما هو الآن لابس السماعة وشقل السماعة فإذا شقلت السماعة وشقلت موجود في العددات الآن الصوت يطلع لي من هنا طبعاً رح يكون 3D نفس السماعة ثانية لكن 3D مثلاً الشخص جاء في الفيلم نفسه وانت تشوفه وصل لك ذا الجهة الآن الصوت رح يكون أقوى من ذا الجهة نفس أي سماعة عندك لكن إن لفيت راسك رح يتقير الصوت فانتك لو تلف كده الصوت هنا يطلع من عندك لكن لو لفيت تسمع الصوت من الجهتين لو تلف كده رح يكون الصوت عندك قوي من ذا الجهة ما رح يكون بس من جهة واحدة نفس السماعة ثانية تحس يعني تقدر تقول 3D لكن حي ما يعني هو 3D يكون شي حي يعني الصوت يطلع عندك لكن على التفافك يتقير الصوت عندك فتحس أنك تعيش في الفيلم هذه الميزة الموجودة هنا ليس موجودة في السماعة ثانية طبعاً فيه سنسرات ثانية غير الجيروسكوب فيه الاكسيرومتر فمش موجودة في السماعة ثانية الكيس حقها ما بعجبني أو safe battery mode قبل ما تبيت حط هذا الشي فإذا حطت في الكيس رح تخش في super low battery mode عشان تطفيها يعتبر طافية مش مش طافية علشان انك تفتح الفايند ماي في الجهاز وتجير تبحث عنها أو شي فهذا الشي الحلو فيها ما رح تصرف بطارية كثيرة فصالت لانك انت بس تفصلها اعتبرك انك طفيتها لكن ما ضفت تخشت في لازم تستخدمها سبوع الى سبوعين الى ثلاث سابيع عشان تعرف كم رح تصرف صار فيها رح تكون قوية مرة او متوسط الاقل من متوسط ما رح تحس بفرق كثير او متتركها تروح تجي تلبس اليوم الثاني ما رح تحس ان البيت نزل عندك كثير استخدام من السماعة رح تعطيك 20 ساعة استخدام انا بالنسبة لي لعشرين ساعات قسمها لحق ثلاث ساعات في اليوم بالكثير او ساعتين باليوم بالكثير بعض لايما رح استخدمها انا تعطيني وقت طويل لكن اذا كنت بيها على طول ما عندك العشرين ساعة هنا هالشي مش كويس مغارة بالسماعة الثانية في ثلاثين في خمسة ثلاثين ساعة استخدام لكن هنا في اشياء اعلى في سنسرات اعلى نيج كونسوليشن اكتف هنا على طول شغال عندك فهذا الي يصرف من البطارية 20 ساعة اوكي امتازة هل نطمح للأفضل بعض اشخاص يطمحون للأفضل اوكي انا ما راح يكون عندي سلبية في السماعة اذا كانت 20 ساعة او 15 ساعة استخدام انا من النوع اللي مش 24 ساعة لابس السماعة في ابني ما راحش حنها كل يوم او كل يومين فهنا بالنسبة لي كويسة المايكات مثل ما قلتكم فيهم تسع مايكات افضل من السماعات الثانية في المايكات الزيادة لكن كراحة كاستخدام كوزن اللي موجود فيها اثقل من السماعات الثانية ما حسيت بالوزن ونتحطها على راسك ممتازة السماعات الثانية حين نكون ضغط على اذنك وصنى جلد هنا بعد ساعة ساعتين ما راح اقولك راح تنسى انك حطها في اذنك لكن ما راح تحس انك او لازم اشيلها الان تعبت اذني راسي تعب ضغط على اذني لا فيها H1 مش موجودة في السماعات الثانية موجودة في الاربولت لكن H1 هنا معالج خاص لحق ابل لان ابل صنع حتى الدرايفر حق السماعات الثانية ف H1 هنا 2 H1 معالج لحق الصوت فيها حركة حلوة انه في وقت التطويل والتقسير هنا اقدر اسمع طقات كأنه حقيقي انك تطول الصوت لكن تطلع بدك صوت في ابنك يعلمك انه قاد تطول ولوصلت لحق النهاية يطلع لك صوت قوي طق طق في حركة حلوة موجودة هنا بالنسبة لي البداية كنت متحفظ ان اتكلم عن التاج اللي موجود فيها لانه كان بالنسبة لي شي بشع كيف تحط التاج اللي موجود هنا الكراون اللي موجود في الساعة في السماعة لكن حلوة عجبني تطلع برا تتمشى لا يحتاج تدور وين الزر اللي هنا موجود او تلمس ترفع وتنزل وحيانا ما يشتغل عندك كويس خصة في الاجواء الباردة مثل ما وجد عندنا هنا لا تحط ايدك على طول انت عرفت في اي صبع تحطها انت راح تطور وتقسر هنا حطي ايدك كلا تطول وتقسر وتشقل سيري هولت الحق سيري وترد على المكالمه هنا كل شي هنا نوز كونسليشين بتحول فيه بسرعة عجبني كيف السماعة سير اسمبل انك ما يحتاج كتالوج ضغطتين ثلاث ضغطات اطول الصوت كذا او ادي كذا احول حلال خلاص زرين ثلاث ازرار هنا موجود على طول ففي نهاية الفيديو لا تنسون اشتراك في القناة واشتراك في حساب سناب شات اشتراك في ضبطكم وعمل لك المقطع ونشر المقطع ولا تنسون افضل دعاكم والسلام عليكم